التحدي في بناء السد العالي أستاذ يوسف ما كانش فقط تحدي سياسي كان تحدي سياسي كان تحدي اجتماعي كان تحدي اقتصادي كان تحدي بيئي فكرة أنك تكسر في الصخرة وأنك أنت تعمل هذا المشروع العملاق قولي التحدي في السد العالي إقامة السد العالي في هذه الظروف وفي المعركة السياسية الرهيبة التي كانت موجودة يكاد يكون معجزة من معجزات ذلك الزمان وربما يصح أن نقول عنه معجزة حتى الآن لأن إنجاز شعبي إنجاز دولة إنجاز لم يحدث من قبل وكان من المستحيل أن يتم لو لا إرادة الشعب ولولا زعامة الرئيس جمال عبد الناصر وارتباط الشعب به وأتمار الشعب بأمره واستعداده للتضحية والفداء من أجل البلد ومن أجل مثل هذا المشروع العظيم الذي أعتقد رغم كل الحملات التي أثيرت ضده ورغم كل ما جرى من عمليات إعلامية ومن صدور كتب ومن تصور أفلام كثيرة أشياء كثيرة جدا ضد هذا المشروع أعتقد أنه غير الحياة في الريف المصري وغير الزراعة في الريف المصري وخلق لنا فلاحا جديدا وأرضا جديدة وزراعة جديدة لأن المياه بالنسبة للمصر مسألة شديدة الأهمية وهي شريان الحياة الأول والأخير الذي لابد من تواجده بشكل مستمر ومتواصل على مدار العام كله خاصة التعامل مع فيضان نهر النيل بشكل اقتصادي وبشكل جيد وبشكل بعيد المدى يعني السد العالي من المشروعات اللي ممكن تلخص كفاح المصريين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي من أجل حياة كريمة من أجل الاعتماد على أنفسهم من أجل الاعتماد على بلدهم وحياتهم وزراعتهم من أجل أن تكون حياتهم أفضل وربما في أجيال في مصر نشأت ويتغني للسد العالي ونمت ويتغني من أجل السد العالي وكبرت وسد العالي بالنسبة لها رمز من رموز العزة الوطنية والفخار